نعم هناك خلافات قد تنشأ في بعض التفاصيل هناك أخطاء يعني القصف بتصير دائما أنه نتيجة خطأ ما تقصف قوات صديقة أنت بالهيئة وننسى أن الروس مهل الخبراء يعني العسكريين يعني البارعين يعني في الأمر ولكن بالنتيجة هذه الخلافات لا تعني أنه ليس هناك من تكامل المصالح بين البلدين يعني كما قال الضيوف يعني لا يمكن للضربات الجوية وحدة أن تنجز الشيء أيضا القوات العسكرية في عناها 50 ألف عنصر مدعوم من قبل إيران أو إيرانيين من الميليشيات الطائفية تحارف في سوريا جارب النظام هذه الميليشيات أخي الكريم لا بتعود أيضا قادرة أن تعمل بغطاء جو مهلهل من قبل النظام بعد هذه السنوات فدخل للروسي لكي يكمل هذا الدور بتصير أقطاء أحيانا بتصير خلافات يعني تريد أن تقول بأن ما يقال عن قصف روسي لوحدات من الحرس الثوري أو محسوبة على إيران هو كلام غير صحيح لا لا إن حصل خطأ لا أكثر ولا أقل أخي الكريم عملية يعني الناس تعمل تركز على عملية اغتيال سمير القنطار أو قتل سمير القنطار طيب تقريبا كل يوم أو ثلاث أيام في عنا غارة إسرائيلية هذه الغارات لا تخرج إلى الأجواء السورية إلا بتنصيق روسي والتنصيق الروسي بالتالي هذا يعني أن النظام السوري يعلم أن هنا غارات إسرائيلية ستضرب في سوريا ربما لا يعرف أين بلولون فضل الأجواء إلى آخره إذن أخي الكريم هناك ثمن يدفعه النظام السوري ويدفعه النظام الإيراني لإسرائيل والروس لكي يستطيعوا أن يحصلوا على هذا الغطاء الروسي ترجمة نانسي قنقر